أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وعلى محمد بعد أن انتهى الحديث في الدرس الماضي حول ما أشار إليه المصنف من قضية ارتباط يعني حجية القطع بالنحو الأول من أنحاء الإصابة وهو النحو الذي يكون وصا لنفس القطع الذي هو مطابقته للواقع وعدم مطابقته للواقع انتهى الحديث في أنه لا ربط بين الأمرين باعتبار أنه القضية كأنه إذا تم موضوع الحكم فانتهت القضية فالحكم يكون لأن هذا أثر من آثاره وأشار المصنف إلى أن هذه القضية كما يترتب عليها مثل هذا الأمر يترتب عليها أمر آخر وهو أنه عندما ننظر إلى الإنسان الذي يقوم بمخالفة ما يقطع به وبهذه الدرجة نحن ننظر إليه على أنه يعني إنسان عاصي حتى وأن سميه ماذا حتى وأن سميه متجريا السبب في ذلك هو أن يعني الجهة التي يقوم بها الإنسان العاصي الصفة التي يتصف بها وهي صفة انتهاك الأوامر هي لسة الصفة التي يتصف بها الإنسان المتجر ثم وبعد ذلك أشار إلى أنه هذه القضية نحن عندما نتحدث عنها نتحدث عنها ونقصد ونريد أن نبين أيضا بأنه عندما تحصل مثل هذه الحالة ويكون الإنسان له مثل هذه الحالة الاعتقادية فهذا لا يعني باعتبار وجود هذه الفجوة وهذه الصفة التي يكون بها مخالفا للواقع يعني قطع الإنسان مخالفا للواقع أن يكون لنا طريق لسلب المنجزية عن مثل هذا القطع لأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان القاطع قاطعا بشيء واقعي وبين أن يكون إنسان قاطعا بشيء لا واقع له فهذه الحالة لو فرضت وحاول الإنسان أن يسلب عن هذا القاطع تأثير قطعه فأن هذا الأمر لن يحصل له لأنه كما يقول يعني يستحيل مثل هذا الأمر أو يعني يستحيل الرجع فيه مثل هذه الحالة وذلك لأن الإنسان لم يصل إلى هذه الحالة لم يصل إلى هذه الحالة لو كان هناك إمكانيا مثل هذا الأمر فإنه لو لم يكن قد وصل مثلا إلى درجة أنه لا يؤثر فيه شيء من الطرف الآخر من الطرف المقابل لم يصل إلى هذه الحالة كأن القضية ماذا؟ كأن القضية يعني لو لا هذه الحالة التي هو وصل إليها لكان بالإمكان التغاضي عن مثل هذا الأمر والتأثير في نفسه وقول القول له مثلا بأن هذا الأمر ليس مثلا ليس واجبا أو ليس مثلا محرما وعند ذلك أيضا أشار إلى مسألة أخرى وهو كما أن الأمر بالنسبة إلى الإنسان الذي يخالف قطعه يرتب عليه ترتيب الإنسان الذي يخالف أمرا واقعيا كذلك الإنسان الذي يوافق هذا القطع يرتب عليه ماذا يرتب عليه ترتيبا يعني يوافق من يقوم بامتثال أمر أمر واقعي والذي عبر عنه بالمنقاض وأشار في نهاية كلامه طبعا قبل ذلك أشار إلى معنى المتجري حتى لا يكون هناك خلل باعتبار أن المتجري ربما يعني يحصل فيه خلل كذلك أشار إلى مسألة المنقاض لأن المنقاضة كما أشار هو الشخص الذي يكون ماذا الشخص الذي يكون ممتثلا لفعل أو تاركا لأمر أو تاركا لنهي بسبب نهي هذا الإنسان الذي يكون سبب هذا الأمر هو ذلك الأمر ذلك الناهي يعني هو الذي جعله ماذا جعله حتى يكون نوع من التفريق بينه وبين من بين من يكون له أسبابه الأخرى لأن الإنسان ليس بالضرورة إذا فعل بعض الأمور أن يتمتب عليها آثارها لأن هناك بعض الأمور التي يفعلها الإنسان إنما تسقط عليه ما تسقط عنه ماذا مجرد يعني الواجب مجرد صرف الواجب ولكنه لا يتمتب عليه شيء كما هو كثير في هذا المقام وهنا انتقل بعد ذلك إلى الأمر الآخر وهو المعنى الثاني هنا المعنى الآخر الذي هو المعنى الثاني قد يعني وقع الكلام فيه على أطوال كما يقول بعضهم باعتبار أن هذه القضية وهي قضية المبررات الموضوعية أو الأسباب التي يتعارف الإنسان يعني في الاستناد إليها لأن الإنسان في العام الأغلب عندما يستنج يستنج لأسبابه الخاصة هذه الأسباب الخاصة إن جاء هناك تصنيف لهذه الأسباب وحاول الإنسان أن يصنف هذه الأسباب فأن هذه الأسباب قد تصنف يعني تصنيفا يعني أوليا كما يقال إلى صنفين حسب هذا الباحث الصنف الأول قد يعبر عنه بالأسباب الموضوعية والصنف الثاني قد يعبر عنه بالأسباب الذاتية بس الأسباب الموضوعية يعني أسباب متعارفة الأسباب الطبيعية الإنسان عندما يواجه إخبارا له درجة من التأثير يتأثر بمقدار ما له من التأثير هذا يعبر عنه هذا سبب الموضوعي كونه موضوعي باعتبار أن التركيز فيه ليس على خصوصيات الخاصة بذات الإنسان اللي له علاقة مثلا بشخصية الإنسان أو ما شابه لذلك يعبر عنه بأنه مثلا كما يعبر مثلا عن اللذة الذاتية واللذة الموضوعية هذه الأمور اللي هي كما يقال أنها جرت على ما هو الأطل فيها عندما ينسي الإنسان ويواجه كلاما له تأثير بدرجة معينة ويجري على ذلك التأثير يقال أنه جرى بطريقة المتعارفة السأجري بطريقة المتعارفة يعبر عنه بهذا التعبير وهو أنه السبب الموضوعي أو السبب المتعارف أو السبب الطبيعي أو ما شابه ذلك نعم بعض الأحيان الإنسان في تعامله طبعا هذا التعامل قد يكون فيه درجات لكن هذا المقدار من التعامل الذي هو تعامل بالطريقة الموضوعية لا يستطيع الإنسان أن يقول مثلا إنسان بتمام موضوعية مثلا تعامل مع هذا الأمر ولكن هناك درجة يمكن للإنسان أن يقال بأن هذا التعامل تعامل طبيعي مثلا لا نستطيع أن نقول بأن هناك هم مدخلية مثلا لجهة ما مثلا في دفع الإنسان إلى الأمام أو إلى الخلف لكن على كل حال هذه الحالة التي يكون فيها مثل هذا الاختلاف الذي هو ثلاث ضئيف قد تكون حالة عامة لا تكون مثلا حالة خاصة ولكن إذا كانت هذه الحالة الموجودة ليست ناتجة وليست من تأثير العوامل الموضوعية بل كانت نتيجة العوامل الذاتية العوامل الذاتية هي الصفات التي تكون عليها النفس البشري الإنسان بطبيعته له مثلا صفاته الخاصة بعض الناس بطبيعته مثلا له تأثر مثلا بحالة معينة بعض الناس له تأثر مثلا معاكس بنفس هذه الحالة فالناس كما يقال مثلا بعض الناس عندما يتألم مثلا يصيح من الألم بعض الناس عندما يتألم قد لا يصيح من الألم فهذه طباعة الناس أمور ذاتية يختلفون فيما بينهم ولذلك هذه طباعة فهذه الطباعة تصنعها مثلا حياتهم بيئتهم ومجتمعهم عندما يعيشون في مثلا بيئة معينة هذه البيئة تؤثر تأثيرا سلبيا في كثير من الأحيان على شخصية الإنسان تضيف يعني إلى كما يقال إلى قاموسه الخاف قاموسه الشخصي تضيف مصطلحات جديدة هذه المصطلحات الجديدة هو بينه وبين نفسه يعتقد أنها مؤثرة أنها لها تأثير باعتبار أنه نظرته إلى نظرة الإنسان إلى بعض الأشياء تجعل لهذه الأشياء صورة خاصة هذه الصورة الخاصة تؤثر مثلا لو ظهرت له هذه الأشياء لو ظهرت له بأي مظهر من المظاهر فلو سنع الإنسان بعض الأحيان إلى كلام شخص هذا الشخص مثلا يكل له احتراما مثلا غير طبيعي فإن هذا الإنسان ينزل كلامه منزلة غير طبيعية باعتبار أن هذه الجنبة التي ينظر فيها إلى الإنسان هذه الجنبة هي جنبة المحبة وجنبة التقديس وجنبة التكريم هذه الجنبة تجعل الإنسان لا ينظر إلى كلامه مثلا على طريقة طبيعية لذلك بعد ذلك كما أنه ينزله منزلة غير طبيعية غير يعني واقعية كذلك يتعامل معه ولا يسمح للتعامل معه إلا بالطريقة التي تحفظ له مكانته هذه تعبرون عنها بموانع معرفة لأنه بالنتيجة الحقيقة ليست دائما هي التي يعني يعتقد بها الناس الحقيقة قد يعتقد بها الناس وقد يعتقد بخلافها فبعض الناس عندما يعتقد بخلاف الحقيقة سأنه له أسبابه الخاصة هذه الأسباب الخاصة يعبر عنها بالأسباب الذاتية هذه الأمور عندما تدخل في داخلي في خضم مثل هذه البحوث فإن لها تأثيرا سلبيا هذا التأثير السلبي يجعل من هذا الإنسان يعني منقادا إلى توجه خاص هذا التوجه الخاص لو كان إنسانا طبيعيا لما كان منقادا إلى هذا الاتجاه هذا التدخل يجعل الإنسان موصوفا بوصف خاص به اللي يعبرون عنه بأنه إنسان قطاعون يعبرون مثلا كذا هذه كما يقولون طبعا ليست دائما في الجانب الإيجابي بعض الأحيان تكون في الجانب ماذا؟ تكون في الجانب السلبي أيضا لأنه كما أن مثلا أن الإعجاب والحب مثلا يجعل الإنسان قاطعا مثلا بصحة كلام إنسان كذلك مثلا التوجه الآخر الذي هو توجه البغض يؤدي إلى هذا؟ يؤدي إلى اتجاه الآخر هذا العاد له بالأمثلة يعني الشخصية تكون واضحة باعتبار أن بعض الناس يعني لا يرى لكلام خصمه أو لكلام مخالفه مثلا قيمة حتى وإن كان كلامه مثلا كلاما واقعيا وله مثلا دليل ولذلك بعض المفكرين يقول بأنه مسألة القناعة مسألة قناعة الإنسان ليست مسألة أدلة مسألة قناعة الإنسان هي مسألة نفسية الإنسان لو اجتمعت أدلة الكون كلها على أن تقنعه مثلا بمسألة فهذه لن تؤثر في نفس الإنسان إذا أراده أن يقتنع بفكرة ما فقد يقتنع مثلا بأي شيء وهذه يقول هي أكبر مأساة في تاريخ الإنسان الإنسان هو تاريخه ماذا؟ تاريخه تاريخ له ماذا؟ لهم دخلية مثلا بتوجهاته الخاصة توجهات الخاصة هي التي تؤثر سلبا أو إجابا مثلا بالفكر الإنسان على هذا الكلام الذي يقوله هنا المصنف ويقوله هنا الأصوليون له علاقة بهذا الكلام من جهة أن بعض الناس عندما يواجه مخبرا هذا المخبر له درجة الصدق درجة الصدق هذه لم تصل إلى درجة التي هي تجعله مثلا يقطع ولكن مع ذلك ماذا يصنع؟ يقولون هذا الإنسان بعض الأحيان يتأثر مثلا بسبب ما وينزل منزلة صدق هذا الإنسان منزلة مثلا كاملة لكنه المصنف قال بأنه هذه الحالة فيها الحالة عامة وفيها حالة خاصة الحالة العامة هو أن يكون هناك يعني إخبار وهذا الإخبار الإنسان يصل إلى 85% يأتي الإنسان هذا ويدفعه دفعا ويصله مثلا إلى درجة المئة لكن بالنتيجة بعض الأحيان نجد أن الإنسان درجة صدقه أقل من ذلك بكثير 50 أو 60 أو حتى 70 وهذا يدفعه إلى أن يوصله إلى المئة يعني يعبر عن مثل هذه الحالة بأنها حالة شادة قال بأنه هذه الدرجات التي يعني المصنف لعله التفت إلى أنه مثل هذه الدرجات الدنيا هذه الدرجات الدنيا لا يمكن الحديث عنها على أنها هي حالة الشذوذ التي مثلا تقصد بمثل هذا المبحث ولكن مثل هذه الحالة حالة يعني كما يقال حالة متعارفة مثل هذا يعني الإنسان لا ينزل كلام غيره باعتبار أنه لا بد أن يقول موقفا سابقا من هذا الغير لا ينزله ماذا؟ لا ينزله منزلة يعني ذقية مئة بالمئة بما له من علاقة بهذا المتكلم هذا المتكلم يتكلم ولكنه ينظر إليه بنظرة المحب أو بنظرة الممغر فيقول هذه القضية تتحكم فنحن لا يتحدث عن هذه الحالة العامة التي مثلا الإنسان يعبر مثلا يجاوز مثلا خمس درجات مثلا وما شابه لأن هذه الحالة العامة لا يمكن ماذا التعويل عليها ولكن نعول على هذه الدرجة التي تتجاوز الثلاثين بالمئة عندما يأتي الإنسان ويخبر وتكون درجة إخباره سبعين بالمئة ومع ذلك ينزل كلامه على أنه يثبت مثل هذه الحالة وهي حالة القط هذا الإنسان يقولون أن هذه الدرجة ليست درجة طبيعية باعتبار أنها تحتاج إلى ذخم النفسي حتى توصل إلى مثل هذه الحالة بعض الناس درجة واحدة لا يعطيهم لدرجة بزامة الاعتقال درجة واحدة لا يحرك كلامه من هذه الدرجة إلى الدرجة الأخرى لماذا؟ لأن هذه الحالة النفسية تتدخل فيقول المصنف أننا عندما نظرنا إلى مثل هذه الحالة وهي حالة القطع ونظرنا إلى التوجه الأول والمعنى الأول للإصابة وهو أن يكون الذي هو وصف للقطع ونظرنا إلى أنه هل هناك علاقة بين الأمرين؟ لم يكن هناك علاقة لماذا؟ لأننا وجدنا أن تمام موضوع التكليف تمام موضوع الحق الذي للمولى في ذمتنا هو أن يتحقق ماذا؟ هو يتحقق القطع بالتكليف والقطع بالتكليف متحقق فهل أن هذا الكلام الذي أشير إليه هناك؟ ونفسه هنا يقولون هنا كلام بينهم هناك بعض المتوجهين في هذه القضية يرون أن مثل هذه القضية معتبرتون لأنها قضية يمكن التجاوز عنها البعض حتى لا أدري مثلا كيف يمكن وصف مثل هذه الآراء لكن على كل حال هذا رأي يمكن أن يقال فيه لأنه مسألة المبررات الموضوعية أو ما شابه كأن الأمر باعتبار أن النتيجة التي تترتب عليه أو النتيجة التي تنتج منه ماذا؟ نظرت بنظرة ماذا؟ كما يقال أنه نظرة أولية وبالذات لما نظرت هذه الحالة وهو أن المقصود من وجود القاطع هو أن يكون صرف الوجود يعني نحن نريد أن يكون هناك قطع هذه إرادة أن يكون قطع لم يلحظ فيها أسبابه هذه عندما لم تلحظ فيها أسباب القطع أنه ما هي الأسباب التي كانت وراء قطع الإنسان فهنا قد يقال أن هناك مقدمة في هذا الكلام وهو أنه عندما نتحدث عن قطع الإنسان سابقا عندما أشير إلى معنى صاحب القطع غير المصيف أو القطع القطاع قالوا بأن القطاع هنا ليس مشتقا بالطريقة الأدبية بأنه الطريقة الأدبية حتى يعني يشتقل الإنسان بأنه ضرات يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى تكرر فعل مرة بعد أخرى حتى يستحق مثل هذا الوضع أما إذا قلنا بأنه هذه الصيغة الموجودة هنا بالطريقة الأدبية فمعنى ذلك أن يحصل ماذا؟ أنه نحتاج إلى تلبس هذا الإنسان بمبدأ القطع مرة بعد أخرى حتى يقال ماذا؟ حتى يقال أن هذا فعلا شخص ماذا؟ قطاعه ولكن الأصولين يقولون ماذا؟ يقولون بأن القضية ليست كذلك بل مقصودنا من القطاع هو الذي يكون له قطع ليس له مبررات موضوعية فإذا أشرنا إلى قضية وأشرنا إلى أنها يعني يمكن أن تبرر يعني يمكن أن يحتج بها حتى لو كان الأمر كذلك فيقولون ليس مقصودنا أن يكون هناك استناد إلى أمر مرة بعد أخرى بل نحتاج ماذا؟ بل نحتاج إلى أن نسأل عن مبررات هذا الإنسان فإذا تبين أن المبررات التي استند إليها في قطعه هذه مبررات موضوعية فعند ذلك ماذا؟ نقول عنه بأنه إنسان يعني قطع بشيء وهذا قطع طبيعي إذا وجدنا بأن هذا الإنسان قد قطع ببررات غير موضوعية فبعد ذلك بعد لا نسأل هل كان هذا الآمر حصل مرة بعد أخرى؟ حصل مرتين؟ حصل ثلاث مرات؟ تكرر أو ما شابه؟ حتى يحق لنا أن نسميه بأنه ماذا؟ بأنه قطاع؟ يقولون لا لا حاجة لذلك لأنه مقصود هؤلاء من القطاع ليس هو الإنسان الذي تلبس بحالة القطع مرة بعد أخرى على الطريقة التي هي على صيغة المبالغة في الأدب إنما المقصود منه الإنسان الذي ليس لقطعه مبرر ماذا؟ ليس لقطعه ماذا؟ مبرر يعني موضوعي هنا كما هو معلوم هنا في هذه القضية ذكرت آراء ومن هذه الآراء الرأي الذي أشار إلى حجية هذه المسألة دون النظر ماذا؟ دون النظر إلى هذه الحالة هذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر يعني وهذا الرأي أشار ماذا؟ أشار إلى أن القضية هي قضية ماذا؟ هي قضية وصول إلى حالة هذه الحالة التي يصل إليها الإنسان في بعض هذه الحالة التي يصل إلى الإنسان لا ينظر فيها ماذا؟ إلى الخلفيات لأنه هذا كأنه ماذا؟ تحاول أن تبين مدخلية مبررات القطع في حجية القطع كأنها تنظر إلى الأسس والمبررات والحال أن هذا الأمر ليس منظورا فعلى رأيه هؤلاء أن مثلة النظر إلى الخلفيات كأنه ماذا هذا جخل شيء جديد ليس هناك نظرا كأنه لو تحرك هذا الباب لو تحرك هذا الباب وكان بسبب تحركه وكان سببا لأن أقطع بشيء يقولون هذا هذا كاف في المقر هذا سبب موضوعي سبب ذاتي لو مثلا طفأ النور مثلا في هذه اللحظة فيقولون مثلا هذه الحالة قد تؤدي إلى أن يتحرك الإنسان ليقطع بشيء يقولون هذا سبب أدى إلى مثل هذه القطع يعني كما يقولون ولو بخط الجناح عندما يخط جناح طيري مثلا أدى إلى مثل هذه الحالة هذا توجه من التوجهات يوجد مثلا بأنه يمكن ماذا يمكن أن ينظر ماذا ينظر إلى أن هذه القضية مثلا ليست ماذا ليست فيها مثل هذه الحالة ليست فيها مثل هذه الحالة ولكن مثل هذا التوجه قد يعني ينصب عليه كلام أكثر من هذا التفصيل هذا التفصيل قد يصل ماذا قد يصل إلى محاكمة هذه الأسس التي يمكن الاستناد يعني التي يمكن الاستناد يعني إليها فلعله يعني في الدرس القادم نبدأ في هذا الأمر وهو أنه هناك من يقول بحجية القاطع هذه حجية القاطع نحن عندما بدأنا البحث ما بدأنا بدأنا بأنه يوجد أسباب موضوعية ويوجد ماذا أسباب غير موضوعية فإذا كانت القضية أن الأسباب الموضوعية يعني ليست حجة يعني ليست أمر حجية القاطع يحتاج إلى أسباب موضوعية حتى يكون حجة أو يكون ما هناك غض من نظري من هذه الجهة من جهة أن الأسباب موضوعية أو لا فعند ذلك ماذا سيكون؟ سيكون هذا الباب مفتوح أمام الأسباب جميعا فكل سبب يؤدي إلى القاطع ماذا يكون هذا؟ يكون هذا سببا مقبولا بالنتيجة سيكون ماذا؟ سيتكون هذه الحجية حجية القاطع في هذا المقام كأنها مرتبطة يعني أو كأنها محكومة بحكم واحد أنه ليس هناك اشتراط في مسألة حجية القطع بقضية الإصابة بالمعنى الأول ولا بالإصابة بالمعنى الثاني ولكن مسألة أن القطع لا يكون مرتبط ولا يكون مشروط بالإصابة بالمعنى الثاني سيفتح الباب ماذا؟ سيفتح الباب على أنه هذه القضية إذا تركت يعني تركت أوصات هذه المبررات وأنها مبررات وكفاء سيفتح الباب ماذا؟ سيفتح الباب على ماذا؟ على أنه يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون المبررات القطع ماذا؟ كفتح الباب مثلا فتح الباب فحصل عندي قطع هل هذا يكون كافيا أو لا؟ يعني هذا ما يتي كلام فيه إن شاء الله في الدرس القادم الحمد لله رب العالم صلى الله على محمد وعلي محمد